نروح القصة الأولى الأصل العيني الأصل العيني لها معا زكريات مؤلمة كان عمري 3 سنين وتحكايا لي بعد ما كبرت حكاية والدي أني كان بيشتغل في وزارة المالية جالوا نزيف وضوه على الأصل العيني ودخل وهم بيفتحوا قطع الشريان ومات بعد 9 ساعات من المحاولات كنت خاف أعدي عند الأصل العيني عشان المكان اللي مات فيه والدي لكن مع الوقت اتشجعت وروحت هناك نساعد الناس وروحت مرات كثيرة قبل 2010 وبعد 2012 دخلت هناك وقعدت شهرين 60 يوم نطور ونقدم وشوف كل واحد قاعد على السرير هو والدي كل واحد مالوش مكان هناك هو والدي كل واحد قاعد في درجة حرارة أربعين أحس إنه هو أبويا فمحس بيه وأكلم مسؤولين هناك يقولوا دي فندقة أقول دي اسمها إزاي تشعر بقريبك بأبوك بأخوك أقدم لكم صور سريعة قبل وبعد لما دخلنا الأصل العيني من سنوات عشان نتكلم عن كلمة طيبة اللي أصلها في الأرض فرعها في السماء الأصل هيجي وأكمل معكم اشتركوا في القناة أنت جيت وإحنا فعلا في اجتماع خاص بالأصل العيني وبكرة فيه أيضا اجتماع بالأصل العيني كل ملف ملفات الحقيقة زي ما أنت شايف أن فيه تحديات كتيرة وأن فيه مشاكل جبال من المشاكل ولكن فيه توقع على الله وإرادة قوية جدا أن احنا بإذن الله دخلين في كل هذه المشاكل وأن اللي نقدر نوعده أن كل يوم فيه شمعة هلنوارها وأن فيه حاجة هتتقدم الصورة ومفضلوك خلوها ورايا أثناء دخلنا في الأصل العيني في هذا الوقت في 2012-2013 مع برنامج كلام من دهب اكتشفنا فيه مبنى مهمل مبنى تمنه في الوقت ده 500 مليون جنيه بنا بنك مصر وكان عنده مشاكل إدارية المبنى ده صورناه من جوه من بره خلصة لأنه كان ممنوع اللي احنا نصور ده في الوقت ده كأنه سر عسكري وكلمت المسئولين من رئيس الجمهورية حتى رئيس الوزراء وشفته لقاءه في الوقت ده المهندس إبراهيم محلب وكان اللقاء يوم اتنين رمضان اللقاء اللي حضراتكم شفتوه ده المبنى كان مقفول كان مغلق كان فيه أجهزة طبية تمانا هذي الوقت يتعدي اتنين مليار وقلنا ازاي ده ما يتفتحش لكن بقعون ربنا وده دورنا وده توفيق ربنا فتحنا ده في ليلة الأدري في هذا العام مع رئيس الوزراء في ذلك الوقت بنقدم الصورة ومعرفش لو موجودة عندنا هنقدم قبل وبعد معرف صورة الافتاح موجودة ولا لأ واتمنى انا كنت بكلم الدكتور فتح خضير عميد طب الأصل عيني عشان نتكلم على ان في الوقت ده بتشوف حملات اعلانية كسيرة ولكن هذا المكان اللي بيعالج الألاف كل يوم نهارا وليلا ياريت ده جوه عنابر الأصل هنا ده العنابر العادية عملنا فيها وضبنا أكتر من 25 عمبر هناك عملنا لهم نوع من أنواع التطوير في السراير حطينا شاشات تلفزيون حطينا تلاجات مية حطينا مراوح حطينا ستاير حطينا عاجات كتيرة أدعو الله أنها تكون شغالة دلوقتي ده جزء اللي هتجزأ من رسالتنا اللي احنا من ساعة الشاشات دي للناس بتقفل عليها الباب من الساعة 10 مساء حتى 8 صباحا دي حكايتنا الكنز اللي احنا اكتشفناها المستشفى اشتغل بعد 25 يوم والمؤنس برايم محلب اللي بقدم له كل التحية بتعليمات من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت حل كل المشاكل إدارية وفنية واشتغل مبنى الطوارئ المستشفى اللي كانت مقفولة مستشفى الطوارئ لربنا أكرمنا اللي احنا رحنا اكتشفناها بالصدفة وصورناها خلصة وطلعت للنور أرجو اللي انتوا تنضموا إلينا نساعد الأصل عيني سواء المبنى العادي أو مستشفى الطوارئ دي ألاف مؤلفة أول محد اللي قد الله بتحصل له حدثة ودي على الأصل عيني هذا المكان جنب أماكن كثيرة نرجو أن يحصل فيها دعم في بعض الزملاء كلموني والأطباء على الأجهزة في الكبد قسم الكبد محتاج قسم القلب محتاج الحضانات محتاج كل حاجة محتاجة دعم الأصل عيني ألاف مؤلفة يوميا وهو أساس العلاج في مصر شكراً لكم